بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مع ختمة تصحيح التلاوة الحمد لله المرة السابقة انتهينا من الحزب الثالث وهو الحزب الأول في الجزء الثاني استغرقنا في الحزب الثالث شهر بالتمام بدأنا 35 ونحن اليوم إن شاء الله نبدأ الحزب الرابع 36 وإن شاء الله نستكمله خلال هذا الشهر ونكون بذلك انتهينا من تصحيح التلاوة للجزء الثاني في شهرين كما وضعنا الخطة إن شاء الله نستمر على ذلك وصلنا للصفحة رقم 32 الآية الثالثة بعد المائتين من سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات همزة الوصل لن تقرأ والألف الفريقة كذلك لن تقرأ حروف المد في هذه الكلمات لها مقادير عند الوقف ولها مقادير عند الوصل فهنا وقفا هذه الواو مقدرها حركتين أما وصلا تحذف للتخلص من التقاء الساكنين الرأ هنا تكون مفخمة لأنها مضمومة ولكن ننتبه لترقيق الكاف واذكروا واذكروا وصلا تكون لام اسم الجلالة مفخمة لأنها مسبوقة بالضم الوحذفة للتخلص من التقاء الساكنين لا ننسى فالحرف الذي يسبق اللام مباشرة هو الرأ والرأ مضمومة إذن تفخم اللام واذكروا الله في أيام الياء بعدها همزة في الكلمة الثانية إذن هذه الياء تمد مدا طويلا نوع منفصل حركتين أو أربعة أو خمسة في أيام طيب أيام معدودات تنوين بعد الميم يعني إضغام بغنة وطبعا إذا وقفت على هذه الكلمة تكون الميم ساكنة يعني مظهرة أيام تكون مظهرة معدودات الألف وقفا يكون عارض للسكون والتاء طبعا وقفا ساكنة يعني تحتاج لبيان الهمس واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل النون بعدها تاء إذن تخفى هذه النون إخفاء حقيقي فمن تعجل في يومين أهتم ببيان مقدار المد الطبيعي في الياء الأولى كي لا تبدو وكأنها أضغمت في الياء التي بعدها في يومين وليست في يومين تمام صحيح هما حرفان متماثلان وتوفر شرط الإضغام أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك ولكن هنا يمتنع الإضغام لأن الحرف الأول مد إذن هنا نقول في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه كما ذكرنا هنا مد منفصل وكذلك هنا أنتبه لحرف الثاء اللي يبدل إلى سين لا نقول اسمه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا ومن تأخر طبعا بينهم إخفاء حقيقي أما كلمة تأخر الخاء حرف مفخم والرأ مفتوحة أيضا مفخمة ومن تأخر فلا إثم عليه لما نتقى تسقط همزة الوصل ونقرأ من النون المكسورة إلى التاء المشددة لما نتقى القاف حرف مفخم والألف طبعا له سيكون مفخم أما التاء حرف مرقق فلا نقول لما نتقى ولكن لما نتقى لما نتقى طبعا هنا رمز قلا رمز من رموز الوقف والابتداء وهو يعني جواز الوصل وجواز الوقف ولكن الوقف أولى لذلك عندما نقرأ نقف على هذا الموضع لما نتقى ثم نبدأ واتقوا الله ونفس الأحكام مرت معنا ننتبه ترقيق التاء وتفخيم القاف واتقوا واتقوا الله تحذف ألواه للتخلص من التقاء الساكنين كما مر معنا ثم تفخم لام اسم الجلالة لأنها سبقت بالضم ضم القاف واتقوا الله واعلموا أنكم النون المشددة طبعا حكمها غنة بمقدار حركتين أنكم إليه الميم الساكنة تظهر إظهار شفوي لأن بعدها همزة إذن هنا مد منفصل ثم غنة النون المشددة ثم إظهار الميم وأهتم بتوسط العين الساكنة وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ الحاء ساكنة يعني فيها همس وكذلك رخاوة تُحْشَا تُحْشَا وَلَيْسَتْ تُحْشَرُونَ شَا المشددة مع إعطاء غنة حركتين وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ أَنْ نُّنْ الساكنة تُضْغَمْ فِي الْيَاءِ اضْغَامْ بِغُنَّةِ مَنْ يُعْجِبُكَ كلمة يُعْجِبُكَ الباء هنا مضمومة ننتبه لهذا الضم يُعْجِبُكَ قوله ألقى في حرف مفخم كما ذكرنا وبين كلمة قوله في مد صلة صغرى تمد حركتين وتلحق بالمد الطبيعي وعند وصل كلمة يُعْجِبُكَ بكلمة قوله ننتبه لترقيق الكاف لا تفخم مع القاف لا نقول يُعْجِبُكَ قوله ولكن يُعْجِبُكَ قوله وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَولُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا في الحياة الدنيا تُحذف ألياء للتخلص من التقاء الساكنين لأن بعدها لام قمرية ساكنة في كلمة الحياة والواو لن تقرأ ولكن نقرأ ألف تمد حركتين وصلا وإن كان وقفا تكون مد عارض وهذا يسمى إبدال في الحياة الدنيا تكلمنا عن كلمة الدنيا سابقا ولكن نُعيد أن هذه النون تكون مظهر إظهار مطلق وذلك لأنها أتى بعدها حرف من حروف الإضغام في كلمة واحدة شرط الإضغام أن يكون بين كلمتين فإن اجتمعت النون مع حرف من حروف الإضغام في كلمة واحدة يُمتنع الإضغام وتظهر إظهار مطلق وهذا ورد في أربع كلمات فقط في القرآن الكريم الدنيا بنيان قنوان صنوان لا نقول الدنيا بيان قوان صوان ولكن تقرأ النون مظهر إظهار تام ونجد السكون مرسوم عليها دلالة على الإظهار هنا ننتبه لمقادير المدود الطبيعية الألف هنا وهنا وهذه الياء على ما فيه على ما فيه وليست على ما فيه خلي بالكم قلبه أيضا هذه مد الصلة الصغرى مقدرها حركتين نفس هذا المقدار على ما فيه قلبه وهو وهو ألد الخصام الخاء والصاد حروف مفخمة والألف كذلك تبعا للصاد سيكون مفخم الخصام ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الآية 205 وإذا تولى سعى في الأرض أيضا المدود الطبيعية ننتبه لتساوي هذه المقادير وإذا تولى سعى فيه طبعا الياء هنا وقفا ستكون حركتين أما وصلا بعد حذف همزة الوصل تحذف كذلك الياء المادية للتخلص من التقاء الساكنين لأن بعدها لام قمارية ساكنة في الأرض الرأى الساكنة مسبوقة بفتح إذن تكون مفخمة وطبعا أضعات حرف مفخم أما الهمزة مرققة في الأر وليست أر في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل هنا أنتبه للحروف الساكنة الفاء الهاء الراء السين ليفسد ليفسد فيها طبعا المدود الطبيعية نفس المقدار ويه ويهلك الحرف الرأى مفخمة والحاء مرققة والثاء ليست سين ويهلك الحرف والنسل همزة الوصل واللام الشمسية لتقرأ والنون فيها غنى حركتين حرف السين ساكن واللام في آخر الكلمة متحركة بالفتح ولكن وقفا تكون أيضا ساكنة دائما التقاء الساكنين ثقيل فإن كان بين كلمتين نتخلص منه بعدة طرق ولكن لو كان في كلمة واحدة لا يتم التخلص منه ولكن الذي يخفف من ثقل التقاء الساكنين إعطاء الصفات السين فيها صفير فيها همس فيها رخاوة كل هذه الصفات ستمكنني من بيان صفات اللام الساكنة وأهمها التوسط والنسل والنسل أنا أبطئ في القراءة كي تتمكنوا من الاستماع والملاحظة ولكن في التلاوة بتكون أسرع ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد تفخم لام اسم الجلالة لأنها سبقت بفتح والله لا يحب الفساد الألف وقفا يكون مد عارض للسكون والدال ساكنة يعني فيها قلقلة الفساد والله لا يحب الفساد الآية 206 وإذا قيل قيل له لام مفتوح بعدها لام مفتوح أهتم ببيان هذه الحركات لكل لام قيل له اتق الله ترقق لام اسم الجلالة لأنها سبقت بكسر وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم الخاء حرف مفخم ولكن ننتبه لترقيق الهمزة لا نقول أخذته آ هذا خطأ ولكن آ آ خاء آخاء آخاء آخذته أهتم بهم ستاء آخذته العزة هنا نهتم بكسر العين وبصفير الزاي صفير الزاي يتردد بين أطراف الثناية العليا والسفلة العز العزة الخطأ الشائع بيان هذا الصفير وكأنه صفير سين صفير السين بيتجه لخارج الفم يس يس يخرج خارج الفم أما صفير الزاي يتردد بين أطراف الثناية العليا والسفلة العزة العزة وليست العزة تمام أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد فحسبه طبعا همس السين والرخاوة والصفير فحسبه جهنم وحرف الجيم رمز من رموز الوقف والابتداء يعني جواز الوصل وجواز الوقف ولا بئسة أنتبه للهمزة الساكنة ألا تقلقل وهذا خطأ شائع لا نقول ولا بئسة ولكن ولا بئسة يعني نغلق الحبلين الصوتيين تماما عند الهمزة الساكنة ولا بئسة وأهتم طبعا بكسر الباء ولا بئسة ولا بئس المهاد طبعا كلمة المهاد الميم مكسورة وليست مفتوحة ودال وقفا تكون ساكنة يعني فيها قلقلة ولا بئس المهاد الآية 207 ومين الناس من يشري نفسه كل الأحكام مرت معنا المشددة طبعا غنة حركتين ومن يشري اضغام بغنة ومين الناس من يشري كلمة يشري أشري ساكنة نبين التفشي يش يش ونبتعد عن مخرج السين والرأة المكسورة تكون مرققة والفاء طبعا نبين فيها الهمس يشري نفسه يشري نفسه كلمة يشري هنا إن كانت بدون تاء تكون بمعنى البيع أي يبيع نفسه أما إن كانت بالتاء يشتري تكون بمعنى الشراء والأخذ ومين الناس من يشري نفسه أما كلمة ابتغاء فهمزة الوصل تسقط في الوصل أما بدءا هنا تثبت فبما تحرك هل هذه الكلمة فعل؟ هي ليست فعل هل هي حرف؟ ليست حرف هل هي اسم؟ نعم هي اسم ولكن اسم من الأسماء القياسية والأسماء القياسية هي مصدر الفعل الخماسي والسداسي فكلمة ابتغاء هي مصدر لفعل ابتغاء كلمة ابتغاء خمس حروف وهذا المصدر منه إذا أبدأ بالكسر والباء ساكنة فيها قلقلة والغين حرف من حروف التفخيم والألف بعده همزة مد متصل يمد أربع أو خمس أو ست حركات إن وقفت على هذه الكلمة إذن عند قراءة هذه الكلمة أهتم بكسر همزة الوصل وقلقلة الباء وكسر التاء بعدها ثم تفخيم الغين والألف مع مد الألف أربع أو خمس أو ست حركات وطبعا وقفا لابد من عمل النبر ابتغاء ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعبادي اللام في اسم الجلالة تكون مفخمة لأنها مسبوقة بالفتح فتح الواو والله الرأة طبعا مفخمة لأنها مفتوحة أما الواو فهي مسبوقة بهمزة مضمومة هذه الواو تكون مد بدل مد حرقتين طبعا ويلحق بالطبيعي رأوف 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 بالعباد تنوين بعد باء إذن هذا التنوين يقلب إلى ميم مخفاه ويكون حكم قلب أو إقلاب ورمز القلب هو تبديل العلامة الثانية من التنوين برمز الميم الدال على القلب أو على الإقلاب رأوف بالعباد الآية 208 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا في السلم لا تقرأ آمَنُوا دُخُلُوا عند الوصل طبعا تلتقي الواو المدية وهي ساكنة بالدال الساكنة في كلمة أدخلوا يعني التقاء ساكنين الساكن الأول حرف مد إذن يحذف للتخلص من التقاء الساكنين ونقرأ من النون المضمومة إلى الدال الساكنة المقلقلة آمَنُوا دُخُلُوا آمَنُوا دُخُلُوا أُدخُلُوا في السلم تُحذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين في السلم طبعا هذه اللام هي لام اسم مظهرة كافة الألف بعد حرف مشدد إذن هذا الألف مد لازم يمد ست حركات لزوما وهو مد لازم كلمي مثقل يعني أتى في كلمة وهو مثقل لأن أتى بعد حرف المد حرف مشدد أو نقول سكون مضغم لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين الفاء الأولى ساكنة والفاء الثانية مفتوحة إذن الفاء الساكنة مضغمة في الفاء المتحركة بعدها وطبعا هنا لا ننسى النبر كافة كافة ولا التنوين بعد واو إذن وصلا إضغام بغنة ولا تتبعوا تاء مفتوحة بعدها تاء مشددة يعني في الواقع أنا سأقرأ ثلاث تاءات تتا تتا ولا تتبعوا أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الخاء والطاء طبعا حروف مفخمة وننتبه أن الخاء مضمومة وليست مفتوحة وكذلك الطاء فالبعض يقوم بفتح هذه الحروف مع تفخيم الواو والألف ويقول خطوات طبعا هذا خطأ خطوات الواو والألف بعدها حروف مرققة خطوات 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 الشيطان طبعا همزة الوصل واللام الشمسية لا تقرأ ونعود إلى حرف الطاء هنا من أعلى مراتب التفخيم وهو المفتوح بعد ألف والألف كذلك معه سيكون مفخم أما الشين ولياء حروف مستفلة مرققة فلا نقول الشيطان ولكن الشيطان وكذلك لا نرقق الطاء لا نقول الشيطان وكأنها تاء هذا خطأ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين كل الأحكام مرت معنا إنه لكم غنة النون ومد الصلة حركتين وإظهار الميم الشفوي عدو مبين تنوين يضغم في الميم بعدها إضغام بغنة وننتبه هنا أن الواو مشددة طبعا تحتاج نبر سواء واصلا أو وقفا عدو مبين أما وقفا طبعا يلغى التنوين ونقف على الواو بالتشديد مع عمل النبر أيضا عدو عدو إنه لكم عدو مبين آية 209 فإن زللتم النون إخفاء حقيقي فإن زللتم زللتم من الميم تضغم في الميم بعدها إضغام شفوي والنون الساكنة ستقلب إلى ميم مخفى لأن بعدها باء والألف في كلمة جاءتكم مد متصل وكلمة البينات الياء المشددة تعطى نبر فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم الواو مد منفصل والنون المشددة فيها غن حركتين وتفخم لام اسم الجلالة لأنها مسبوقة بالفتح فاعلموا أن الله عزيز حكيم التنوين بعد حاء إذن يظهر هذا التنوين إظهار حلقي وكلمة حكيم التنوين أيضا سيكون حكم إظهار حلقي لأن بعده حرف الهاء عند الوصل هل أما وقفا على الميم تكون ساكنة والياء تكون مد عارض فاعلموا أن الله عزيز حكيم الآية 210 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل كلمة هل نوعها أنها حرف واللام فيها لام حرف هنا مظهرة هل ينظرون كلمة ينظرون النون الساكنة بعدها ضاء إذن تخفى هذه النون إخفاء حقيقي والغنى مفخمة لأن حرف الإخفاء بعدها وهو الضاء حرف مفخم والراء المضمومة كذلك مفخمة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل في ظلل من الغمام والملائكة الضاء والغين من حروف التفخيم والتنوين بعد ميم إذن يكون الحكم إضغام بغنى والملائكة المد متصل يمد أربع أو خمس حركات فقط في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور نفخم القاف والضاد وننتبه أن الياء مفتوحة وقضي الأمر الراء طبعا مفخمة سواء وصا أو وقفا وإلى الله تحذف الألف للتخلص من التقاء الساكنين وتفخم لام اسم الجلالة لأنها سبقت بالفتح وإلى الله ترجع الراء ساكنة مسبوقة بضم أيضا مفخمة ترجع الأمور الراء مضمومة وصلا يعني مفخمة طيب عند الوقف تكون ساكنة مسبوقة بساكن مسبوق بضم يعني أيضا مفخمة إذن هي تفخم وصلا ووقفا وصلا الأمور وقفا الأمور وعند الوقف طبعا الواو تكون لها المد العارض حركتين أو أربعة أو ستة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته